الحرب في اوكرانيا تستعر فيبدو ان استخدام كييف لصواريخ الناتو بعيدة المدى سيتسبب في حرب اقليمية ومواجهة غربية مع روسيا في ظل تصاعد وطيرة الهجمات الروسية على كييف وجهت اوكرانيا نداء جديدا للغرب للسماح لها بدربات اعمق في روسيا وذلك بعد يوم من اجتماع الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كيري ستارمر الذي لم ينتج عنه اي تحول واضح في سياستهما بشأن استخدام الاسلحة بعيدة المدى وبينما يرى الغرب ان السماح باستخدام مثل هذه الصواريخ من شأنه ان يحدث فرقا كبيرا في المعركة ضد روسيا حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان السماح بذلك سيضع بلاده في حالة حرب مع الناتو من جهته اكد الرئيس الروسي السابق والمسؤول الامني الكبير حاليا ديمتري مدفيدف ان بلاده بوسعها تدمير العاصمة الاوكرانية كييف باسلحة غير نووية ردا على استخدام اوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى وبعد اشهر عدة من مطالبة اوكرانيا الحلفاء تزويدها بالاسلحة الغربية بعيدة المدى تتجدد اليوم مطالبها ولكن هذه المرة بطلب الاذن باستخدام الاسلحة التي تمتلكها بالفعل لضرب اهداف اعمق داخل روسيا على مدار اكثر من ثلاثين شهرا من الحرب الروسية الاوكرانية تغضى بوتين عن كثير من الخطوط الحمر التي تجاوزها الغرب في دعم اوكرانيا ولكن هذه المرة يبدو ان هذا الخط الاحمر وهو قصف العمك الروسي بصواريخ غربية قد يكون الخط الاحمر الاخير لبوتين